لسا مستمرين معاكم مشاهدين ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وعلى هامش المران الأول للنادي الاهلي هنا في الجابون وبالتحديد في العاصمة لبرافيل استعدادا لإياب دور 32 من دور أبطال أفراكي أمام فريق منيانا الجابوني معايا في هذه اللحظات معايا سفير مصر في الجابون سلزة أحمد بكر برحب 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 في البداية أهلا بيك أهلا بيك طبعا عايزين نتكلم في البداية عن التنصيق لإستضافة بعثة النادي الاهلي وكيف تم هذا التنصيق مع طعم بعض المسؤولين النادي الاهلي خلال الفترة السابقة حتى وصول البعثة صباح اليوم إن شاء الله لهذه المباراة والله التنصيق بدأ مبكرا شوية بدأ قبل ما نيتعرف أن النادي الاهلي هي لعب فريق منانا كان المفروض النادي الاهلي هي لعب الفائز ما بين منانا والفريق البركيني وجي الكابتن سيد معوط وجي يتفرج على المباراة ما بين اللي أقيمت هنا في الجابون ما بين الفريق البركيني وفريق منانا وجيه وطلع على المباراة وشاف الاستعدادات وكل حاجة وفريق منانا كسب دي كانت أول خطوة بعد كده بدأت الخطوات اللوجستية المكان للإقامة يكون أي أفضل مكان للإقامة التنصيق مع فريق منانا الانتقالات الكلام ده كله وكنا كنا تسفر على تصال دائم بالكابتن سمير عدلي وكابتن سيد عبد الحفيز وكنا على طول بنوفيهم بالمعلومات اللي عندنا يعني هما كانوا خدوا رأينا يعني ويعني نصحتنا بنسبة للإقامة وإحنا قلنا لهم على أفضل أماكن للإقامة من حيث الموقع ومن حيث الإمكانيات وكده وبعدين بالأمس جي الكابتن سمير عدلي وجيه برضو اطلع عن قرب على مكان الإقامة وعلى الملاعب وطمن تماماً ويعني بصراحة كان يعني كنا احنا خلال الفترة دي كلها على اتصال بفريق منانا عشان يقدموا لنا أفضل التسهيلات ويعني المرمشة بشكل جاي ما فيش أي معاقات توجهة البعث أو حك نهي نهي ما فيش أي معاقات الحمد لله وحتى الجانب الجابوني هنا من حتى الفندق متعاونين جداً وطلبات المطوبة كلها بيستجبوا لها ويعني الانتقالات نفس الكلام يعني الامور ماشية وديك شايف حدثك أول تبرين يوم ومقضمهم وكله كله ماشي كويس يعني في شكل كويس نتكلم بقى عن المباراة شوية وعايز عارف هل في البداية أصلاً فيه جاليا مصرية هنا متواجدة في الجابون ولا لا ولو موجودين حيأزروا الفريق في المباراة والعدد ممكن يباكي الجاليا مش كبيرة الجاليا مش كبيرة الجاليا يعني حوالي 100 واحد في جميع انحاء الجابون يعني العدد صغير ولكن هم حرسين على المشاركة يعني هم حرسين على المشاركة وبيسألونا دايماً على الاستعدادات وإمتى المباراة وهكذا يعني هيبو موجودين اللي هيقدر منهم يشارك هيشارك وفي جالاية برضو عربية موجودة خصوصاً لبنانيين هيبو موجودين لسه بنكلم عن المباراة وعايزين نعرف يعني كيف تناول الاعلام الجابوني هذه المباراة مباراة الاهل يومنانا خصوصاً نادي الاهلي فاز في مباراة الزهب بنتيجة كبيرة ومريحة 4 صف كنت بقول ان يعني هم الجانب الجابوني سواء الرجل الشارع سواء الناس المتخصصين سواء الرياضيين عارفين قدر النادي الاهلي كويس وده نعكس في وسائل الاعلام في الصحف كانوا عاملين تحقيق في كبرى الجرائد هنا وكلمين عن النادي الاهلي باستفادة تاريخياً حتى نشأته والبطولات اللي فاز بيها ومستوى على الصعيد الافريخي وعلى الصعيد المحلي يعني هو زي فيه نوع من نبرة كده ان هو دي فرصة ان احنا نتعلم ونتبادل الخبرات يعني احنا ما بنتأملش قوي في ان احنا نفوذ ولكن احنا نكتسب خبرة طبعا خصا بقى نتيجة نتيجة ماتش الزهاب كانت نتيجة قوية يعني فهم يعني واخدين الموضوع بروح رياضية جدا جدا وان هم هيتعلموا من ندي الاهلي وها بفيد نوع من تبادل الخبرات وتبادل التعارف من بين الجانبين فده المناخ العام السائد في البلد بالنسبة للمباراة فريمون انا اصلا من الفرق اللي عنده شعبية هنا في الجابون ولا معدهم مش جميلة والله اه فريق هو اساسا مش من لبريفيل هو من منطقة جوه شوية ولكن له شعبية الدوري طبعا مواش دوري يعني يعني متطور قوي ولكن لا من الفرق الكويس يعني هو فريق يعني هفاز على فريق بوركينة زي ما انتم عارفين لا فريق كويس يعني فريق كويس وهم كمان بيهتموا بالكورة يعني الكورة اللعبة الشعبية الاولى يعني سواء في مباريات الاقليمية او حتى المتابعة المباريات الدولية فهم يعني صحيح الفريق مواش فريق من الفرق القوية جدا على مستوى العالم ولكن لا له شعبية والناس بتدفع بيه بتدفع بيه توقعتك باخير المباراة لا انا اتوقع طبعا ان دي الاهلي ان شاء الله يفوز بإذن الله بنتيجة كويسة ان شاء الله ويعني اتوقع ان هو اكتر من كده ان هو يعني هو نوع من انواع التعارف اكتر على الكورة الجابونية على الحياة في الجابون على طبيعة الجابون على الرياضة في الجابون فدي بتسري يعني مش بس الرياضة ولكن بتسري حاجات تانية كتير الثقافة السياسية كل حاجة شكرا